وفي ظلال آيات مبينات من كتاب الله الكريم نحن بصدد الحديث عن الآثار المجمرة ناتجة عن ترك هذه الأمة ما استأمنه الله عليها من تبليغ هذه الرسالة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرأينا كيف أن الإنسان عياذا بالله إذا تركت دعوة إلى الله وكان مؤهلا لذلك على مستوى الأفراد شبهه الله تعالى كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وعلى مستوى الأمة كمثل الحمار يحمل أسفار اليوم أثر من هذه الآثار المدمرة وهي الهلكة للجميع إذا لم يقم الناس بالدعوة إلى الله واستشرا بينهم الفساد ثم تطبعوا معا فيهلك الله الجميع ففي سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر الله أكبر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة اجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية حاجة فإنكم إن لم تتقوها والعياذ بإله أصابتكم فتنة جميعا جميعا فهي لا تصيب الذين ظلموا فقط ولكن تصيب الجميع وهذا هو العقاب الجماعي الذي يكون نتيجة ترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإنما ستصيب الجميع ظالمين وغير ظالمين صالحين ومفسدين فأما الظالمين فمفهوم أنهم إنما يعذبوا لظلمهم وأما العذاب الذي ينزله الله تعالى على الآخرين من غير الظالمين فهو سكوتهم عن الظلم عياذا بالله قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا ظالم ورأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه هكذا إذا كان الناس يرون المنكر فلم يغيروا أو شك الله أن يعمهم بعقاب منه سبحانه عز وجل ولذلك فإن ترك الدعوة إلى الله من المصائب التي تجر العذاب على الجميع فلن يسلم منهم أحد ويوم القيامة كل يحشر على حسب نيته ففي حديث سيدنا أوسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإنهم تركوهم غرقوا وهلكوا وهلكوا جميعا هكذا نحن كلنا في سفينة واحدة نحن كلنا في هذه الدنيا نتشارك بإذن الله ونتعاون ونتساند ونحن في خضم هذا البحر المطلاطم الأمواج بكل فتنه فأصاب بعضهم على هذه السفينة وهم هؤلاء الذين يعرفون ويقدرون وينظرون إلى عواقب الأمور وبين أولئك الذين في أسفل السفينة وسبحان الله كان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء كان لابد أن يمروا على من فوقهم فكيف يمكن أن يحصلوا على الماء لكنهم لفرط أنانيتهم ودعواهم بأنهم أحرار يفعلون في حقهم وفي هذا الجزء الذي يمتلكون ما يشاءون قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي غيرنا يعني حتى هذه الذريعة التي تذرعوا بها ذريعة يمكن أن يتذرع بها كل واحد أن نحن لا نريد مثلا أن نزعج الذين فوقنا نحن لا نريد أن نسبب المشاكل لمن فوقنا فما علينا إلا أن نخرق خرقا في نصيبنا نصيبنا نحن نصيبنا نحن فإنهم أخذوا على إيديهم نجوا نجوا وجميعا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر ويقفون عند حدود الله تبارك وتعالى إذا قاموا بواجبهم فالسفينة ستنجو وستمخروا باب البحر لكي تصل إلى شاطئ النجاد وإنهم تركوهم وقالوا كل شيء تتعلق بكراحة ممنا تعرف ربي وربي عرف ممنا كل سيسأل عند ربي سبحانه عز وجل لا شأن لنا بهذا الأمر اتركوهم وما يفعلون إن تركوهم سيغرقون جميعا هذا هو معنى الآية أنه في حالة ما إذا عمل بالمعاصي ووجد في الأمة من ينهى فنهى فإن الله يرفع العذاب عن الجميع بوجود هذه الأمة التي تدعو إلى الله تعالى فإن لم تكن عياذا بالله في الأمة من يقوم بهذا الواجب نسأل الله العفو والعافية أهلكهم الله جميعا ولذلك فإن الله لما أمر جبريل فقال اذهب إلى تلك القرية فاجعل عاليها سافلها أي انتقم منها أعذبها قال رب إن فيها فلان يقوم الليل ويصوم النهى قال فبه فابدأ لم يتمعر وجهه ولو مرة والعياذ بالله وينظر إلى محارم الله تنتهك به فابدأ لا خير فيه إذا كان يرضى والعياذ بالله بوجود المنكرات ولم يتمعر وجهه ولم يتغير قلبه ولم يتحرك من أجلي والعياذ بالله أن يدعو إلى الله وأن ينهى عن المنكر فهذا أمر خطير جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا الزينب بنت جحش دخل فزعا ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا ثم حلق بنا الإبهام والتي تليها هكذا فقالت رضي الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث لا تنظر إلى وجود جمعيات خيرية وإلى وجود صالحين وإلى وجود أفعال خيرة لا لا تنظر إلى ذلك انظر إلى مسألة كثرة الخبث إذا كثر الخبث وصار الناس يتجرؤون على قطعية الدين ويدعون والعياذ بالله إلى التهجم على الشريعة نهارا جهارا عيانا بيانا هكذا في الإعلام ولا تجد العلماء ينهون ولا بيانات استنكار ولا دعوة إلى الله تعالى فهؤلاء كلهم يستحقون أن يعاقبوا بدليل هذه الآية واتقوا فتنة إذا نزلت بتركي والعياذ بالله الدعوة لا تصيب أن الذين ظلموا هي لا تصيب فقط الظالمين والمفسدين خاصة ولكن تصيب الجميع تصيب الجميع إن موسى عليه السلام قال إلى ربه قوم فيهم ثمانون ألف أربعون ألف أطاعوك وأربعون ألف عصوك فلما أهلكت أهلكت الثمانين ألف أجمعين فصلت عليه النوم الله تعالى صلت على موسى النوم فصعدت مع ساقه مجموعة من النمل مجموعة من النمل فلما قامت إحدى هذه النمل يعني قامت بلدغته فقام عليه الصلاة والسلام موسى بقتل جميعها يعني هكذا وضع يده على ذلك النمل كله فقتلها جميعها فقال الله تعالى بعد أن يعني استيقظ يا موسى كم من نملة لدغت قال واحدة قال كم قتلت من فعد فوجدها يعني بالعشرات فقال أنت واحدة فقط هي التي لدغتك وقتلت معها العشرات أنا أربعين ألفا يعصونني فيهم أربعين ألف يطلعونني وليس فيهم من ينهى هؤلاء عن المعصية لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه رسالة بليغة إلى المجتمعات الإسلامية واتقوا فتنة لا تصيباً للذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب نعم اعلموا إن بغي أن تستحضروا هذا المعنى أنكم في حالة ما إذا لم تقوموا بواجب الأمر والنهي اعلموا أن عقاب الله شديد قد ينزله في أي لحظة فلا تغرنكم عياذاً بالله لا يغرنكم حلم الله عليكم فاتقوا الله وأحيوا هذه الفريضة الغائبة فريضة الأمر بالمعروف النعي المنكر فإن مجتمعاتنا عياذة تعج بالمنكرات بل هناك من يجاهر بالمنكرات وهناك من يدعو إلى المنكرات وهناك من يفرح بفعل المنكرات والدعوة إليها ولا تجد أياذاً بالله من يأمر وينهى هذا أمر خطر هذا من الأسباب التي تؤدي إلى محق الحرارات برمتها وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد